منطقة النجوية ببلدية لحساسنا بولاية سعيدة واحدة من المناطق الفلاحية التي تختص بتربية المواشي التي تمد أسواق الولاية بعدد معتبر من رؤوس المشية لكن ندرة المياه وانعدامها أصبح يهدد هذه الثروة بالزوال 15 أيلة هنا وراء 15 خيمة هنا دوار راء قاعد أعطا في النجوية هذه تبعى لحساسنا مسافات طويلة فوق الأربعين كيلومتر يقطعها سكان منطقة النجوية للحصول على الماء بالرغم من وعود السلطات والهيئات المعنية نتحق منهم يطلبهم من ضياف ربي يدونه النحاسي يدرونه يدبره لنا كان يقول لك الفلاحين عاونوهم كان يقول لك أنه ينتهلوا فيهم نحن نريد منهم غير الماء يتعاونونا غير المرأة نعطا شابينا بولادنا بالأي سنرى نعطا شابينا هنا عامين هذي هيرانا نقارع ورانا نهينا الدخل المدير راه داخل هنا غير غد ومغد غد ومغد السمانة هذي السمانة هذي وغير كذب في الكذب نحن نتمنى من وزير المغارد المائية وسيد والي ولي السيدة يدخل لحلنا هذه المشكلة في ذل عزل هيئات المعنية عن إيجاد حل هذا المشكل الذي تسبب في عطش السكان ومواشيهم فمتى تستمر هذه المعاناة؟ اشتركوا في القناة